اشتركوا في القناة وما يصاحبها من مناسبات وطنية رفع سمو رئيس الحرس الوطني في البرقية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء باسمه ونيابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني أسماية التهاني والتبركات بهذه المناسبة الوطنية المجيدة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ سموه أن يمده بعونه وتوفيقه لتهيق المزيد من التقدم والنماء لمملكة البحرين وشعبها الوفي وأن يعيد هذه المناسبة المجيدة على سموه بوافر الصحة والعافية وعلى مملكة البحرين بالتطور والأمن والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله